سدقني لو انت ذكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وادركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون اقوى بكتير بفضل الله وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها وانا بقولك كده لان ممكن تكون انت لم تتابع الكورس من البداية او رأيت هذا الفيديو بالصدفة او لم تسمع عن الكورس من قبل اعرف كورس السي شارب بسهولة كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب و اكتب اكاديمية تحسونا ودوس انتر وادخل على الاكاديمية ادخل على البليلست البليلست دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله هتلاقي فيها ثمانون حلقة جزء للأساسيات ومئة وعشرون حلقة جزء للفورمز والتورز الخاصة بيها وهتلاقي فيها مئة حلقة خاصة بالأوبجيت اوريانت برو جرامينج وهتلاقي فيها مئة حلقة خاصة بالاسبي دوت نت للويب للسي شارب وهتلاقي فيها ثلاث مئة حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله وهتلاقي بليلست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككرس كبير ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككرسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده هنصحك نصيحة ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hasunacademy.com وتدخل على انضم الينا وتدخل على انشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك واتتابع كل جديد على الموقع سواء كرسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة 1126 من كورس C-Shot DB Example Support ودلوقتي بفضل الله هنبدأ نشغل تقرير المندوب طلصناها زبطناها عملنا جدول عملنا التقرير عاوزين نشغل تقرير المندوب BTN Report Delegate ودبل كل جديد عليه لسه ما عملناش المسل بس نروح لكلاس M ونيجي هنا هنعمل هنعمل public static public static void run report delegate وقصين هنستقبل منك data table هنسميه table تقرير المدينة بشكل فتراضي وهذه البلوك بتاع المسل كالعادة هنعمل فتراضي وكاتش علشان لو حصل أي خطأ يطلع بشكل مباشر وما يضربش البرنامج فوقش الراجل اللي بيستخدمه في ما بعد وهنا هقوله F لو كان الجدول لو كان الجدول جيلك بنل نملاقحنا وده يخلى عندك سعة عند استخدام الدلة وعندك حرية اما انك تبعت جملة صحيقة او انك ما تبعتش خلاص طيب هنيجي هنا هنقوله خلاص ما دام انت مبعود بنل يبقى التابل ده بيساوي DB dot get data وهنا بكل بساطة بفضل الله select asterisk from a delegate وسمical نخرج بره هنعمل الفورم اللي احنا هنشتغل عليها لسه ما عملنا هاش خلاص طب هتعمله انت التقرير عندك وكل حاجة عندك نقامت بـ project add windows form وهسميها frm report delegate وادوس على enter العنوان هيبقى نفس العنوان اللي في التقرير اللي هو او شبهه يعني شاشة تقرير المندوبين والstart position هيكون على central screen والwrite to lift هتكون على اس والwrite to lift لأوت هتكون على true وهنزبط الفونت قبل size ان احنا عارفين ليه ادي size بتاع الفونت خليه على 12 وبعد كده الheight هنزبط على 510 والعرض بقى زي انت ما عاوز وهنيجي في toolbox هننزل اداة report viewer وهنعملها dock اعودك على option العادي اللي هو خاصية dock من هنا تفتح كده وتخليها فل عادي خالص يعني من هنا او من هنا هما بيسهلوا عليك مش اكتر خلاص و هنزبط zoom mode على page words اول ما يفتح الصفحة يعني لكن بقى عمل print او طريق اتو اتو و هنزبط access modifiers عن طريق خاصية modifiers نخليها public عشان نشوفها من برا وبعد كده افتح هنا واختار choose report اختار ال report اللي هو delegate اهو delegate اخترنا كده خلاص save all خلاص خلصنا كل حاجة ارجع تاني ايه للدلة بتاعتك يا باشا انت عايز frm اوكي عايز frm report delegate هنسميها frm وده بتساوي new للا frm delegate وقصين فضين وصين كما عاوز اعمل report data source علشان هي دي اللي هكون فيها البيانات اللي انا عايز اعرضها في التقريب report data source هسميها rds نجيب تساوي لسخة جديدة من report data source والقصين دول هقول له data set اللي انا شغال عليها اسمها data set one خلاص كده جدول هو اخد الجدول ده وتصرف معاه cynical خلاص كده وبعدين انتهى frm dot report viewer one طبعا اللي اعملناها public dot local report dot data sources اللي عندك dot clear فاضيها علشان تبقى جهزة للجديدة بتاعت اللي انا هحطها بعد كده frm dot report viewer one dot local report dot data sources dot add add حرف الاس جنب حرف ايه جنب حرف دي والا add لأيه للردس خلاص كده بعد كده semi colon اعمل refresh frm dot report viewer one dot local report اعمل له refresh علشان يحدث البيان خلاص كده بعد كده عمل open form in main with close و اديه الف الم اللي انت عمال تعمل فيها و اسميك بس طبعا انت ممشي نفسك على نظام وعلى فكرة انت ايوه بتختصر في الكود بس صدقني لو فضلت تختصر تاني هتختصر لأن الانسان ما بيعملش حاجة كاملة دائما بتتحس طبعا نروح لشاشة عرض التقارير افل دي خلاص و الاخلية مفتوحة بنحتاجها بعد كده بتقرير المندوق double click عليه و دي عم نشغل و نجرب نشغل نجرب تسجيل دخول اروح على قائمة تقارير وهفتح تقارير الاساس فين تقرير المندوب ها هدوس عليه كده و نشوف تقرير المندوب رقم المندوب اسم المندوب عنوان المندوب دي المناديب اللي عندك لو عملت print layout لكي تطمن على حجم او مثل full تم الانتهاء من تقرير المندوب بالكامل بفضل الله الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وانك اي حاجة بتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر واتأكد ثواب على كل حاجة بتنشرها أيضا